للحديث أكثر حول تدولات السوق ينضم إلينا من القاهرة أستاذ إيهاب سعيد مدير قسم البحث بشركة أصول لتدول الأوراق المالية أهلا بك معنا أستاذ إيهاب حمد الله على سلامتك وشكرا على حضورك اليوم الله يخليك الله يسلم حضرتك انطلقنا باستمرار التراجعات بشهر أكتوبر إلى أي مدى يمكن لهذه الجلسة أن تؤسس لتحركات السوق على مدار الثلاثة أشهر المتبقية من عام 2015 بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعا أعتذر على صوتي علشان الدور لسه بمأثر بشكل كبير بشكل عام أعتقد أن السوق يعني ما أضفش جديد النهاردة السوق إلى حد ما ما زال بتحرك فيه النطاق العرضي لكنه أفضل كثيرا من أنه يعاود التراجع على اعتبار أنه عارفين أنه بنمر بحركة صحية لأعلى ويمكن نقول هذا الكلام أكتر من مرة وأن منطقة 7300 إلى 7500 مش هتبقى سهل أن المؤشر يعديها وبالفعل أنه وصل إلى هذه المستويات تحديدا عند 7,427 وبدأت تعاود القوى الباعية الظهور مرة تانية نفس الموضوع بالنسبة لإي جي إيكس سبعين عند منطقة 395 إلى 400 نقطة وبدأت تظهر الضغوط الباعية مرة تانية ولذلك مسألة الحركة العرضية في رأي الشخصي أفضل نسبيا من أن القوى الباعية تعاود الظهور مرة تانية على أمل أن يكون ده تكوين لقاع أرب مناطق 6500 اللي احنا كنا وصلنا لها كأدنى مستوى ومن ثم يبدأ المؤشر يعاود الصعود مرة تانية لكن طبعا في ظل قيم التعاملات الضعيفة دي ما نقدرش ناخد إشارة سواء إيجابية أو سلبية على الحركة ما زلنا بنحتاج لفترة أكتر في المنطقة العرضية اللي احنا فيها دي حتى وإن انخفضت قيم التعاملات علشان نتأكد زي ما قلت حيك في البداية أن ده يكون قاع نقدر ننطلق من عنده ونعاود الاتجاه الصعب مرة تانية طيب توقعات بإقرار ضريبة القيمة المضافة حسب المسؤول بوزارة المالية ستتم خلال أسبوعين مثل هذه الأخبار كيف سيكون لها إنعكاس أيضا مع ترقب نتائج الربع التالت بالنسبة للشركات أستاذ إيهاب يعني مسألة ضريبة القيمة المضافة هذا أمر مش جديد ووزارة المالية كانت أعلنت عليه من قبل حتى التشكيل الوزاري الجديد وأعتقد أنه مش هتبقى بس ضريبة القيمة المضافة لا هيكون فيه إجراءات أخرى لأن من الواضح أن الحكومة خلاص بيتعاجزة عن إقرار فكرة تغفيت قيمة الجنيه نتيجة للضغط المجتمعي الكبير والحالة الغضب اللي حصلت خلال الفترة الأخيرة قبل التغيير الحكومي ما يحصل وده هيؤدي إلى لجؤها إلى بعض الإجراءات الأخرى زي ما شفنا في موازنة المواطن الأخيرة وما شفنا في محاولات وزارة المالية لإيجاد موارد جديدة يعني مش عايزة أقول من جيوب المستثمرين ولكن يعني بشكل أو بآخر هي بتحاول تعظم من إرادتها في الوقت اللي أكدت فيها على أنها مش هتقدر توجه أي مخصصات جديدة سواء للتعليم أو الصحة كما جاء بالدستور يعني ولذلك أعتقد أنها سيكون في إجراءات جديدة قد تصل إلى التفكير مرة تانية في أسعار البترول وتحريك أسعار الدعم على اعتبار أنها دلوقتي في ظروف قصرية في ظل كمان أن الاحتياط النائدي أعتقد أنه سيتأثر بشكل كبير مع الالتزامات القادمة سواء فيما يتعلق به الوديع القطرية أو نادي باريس في بداية العام القادم أعتقد دي كلها ستبقى أزمات بتواجه الحكومة ومشكلة موضوع خفض الجنيه دلوقتي سيبقى غير قابل للتنفيذ في ظل الضغط الموجود الملفت هو بكل ما تتحدث عنه أستاذ إيهاب أنه بالوقت الذي يكون فيه ظروف اقتصادية عالمية وأيضا يمكن داخلية تضغط على السوق ومشكلة بعض الشركات لعملية طروحات بالوقت الذي حكينا بعدة حلقات بكلام أسوأ أنه في بعض شركات انسحبت من قرار عملية الطروحات هل عم نشوف بلتون تتحدث عن طرحين بالقطاع الاستهلاكي بقيمة أربعة مليار اليوم معنا أيضا هيرمز عم تدرس الانتهاء من عملية طريح بيجو نفسية المستثمر لهذه الطروحات والإقبال عليها يعني كيف يتفاعل معها أو كيف سيكون التفاعل معها كل واحد من حقه يتحدث الشركة من حقها تتحدث ومن حقها تدرس ومن حقها تعمل أي حاجة لكن إيه الفكرة في النهاية هل السوق هيتقبل ولا لا كل شركة من حقها تشوف إيه الظروف المتاحة اللي هي تطرح فيها لكن أي إنسان عاقل في الدنيا ما أعتقدش أنه يرى أن التوقيت مناسب أبدا لأي طرح جديد سواء بقى في قطاع استهلاكي في قطاع خدمي في أي قطاع ما أعتقدش أن الوقت مناسب إطلاقا لأي طروحات مش عشان السوق ولكن علشان أنا لو مدير طرح هفكر مليون مرة قبل ما أفشل طرحي بأننا أطرحه في الظروف اللي إحنا فيها دي انخفاض واضح في قيم وحجام التعاملات نفسية سيئة للمستثمرين ذكرى سيئة من طرح إعمار وبالتالي ده كله هيهدد أي طرح بالفشل مسألة طرح بيجودة يعني دي قصة تانية وممكن نقعد نتكلم فيها كتير لأن دي مختصة بساهم العربية للإصمارات وأن المساهمين من بعد ما حصلت الأزمة في الشركة الأزمة الشهيرة بتاعة رئيس مجلس الإدارة السابق وبقى النظر الأكبر على أداء السهم في البورصة وليس على أداء الشركة المالي يعني اللي بيعني هنا المساهمين هو أن السهم يطلع أي مكان الخبر يعني زي ما كانوا عايزين يلزموا الشركة أنها تشتري أسهم خزينة وتبقي على الخبر ده ولا تنفيه حتى علشان السهم يتأثر إجابة وده كلها يعني أمور مش في صالح الشركة إطلاقا فمسألة الطرح بيجوه حتى في التوقيت الحالي ده ما أعتقدش أبدا أنه هو هيكون في نظري أو في رأي الشخص يعني أنه هو أمر إيجابي بالعكس ده هيضر بأداء السهم اللي ممكن بشكل كبير يكون أداء إيجابي لو اختاروا وقت أفضل للطرح على العموم يمكن هي لم تلجأ ولن تلجأ كما ذكرت لشراء السهم خزينة ستصدر كفالات بنكية العربية للاستثمارات والتنمية شكرا جزيلا لك أستاذ إيهاد سعيد مدير قسم البحث بشركة أصول لتدول الأوراق المالية كنت معي من القاهرة اشتركوا في القناة